السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب نزول دم في الشهر الثاني من الحمل يختلف مفهوم التبقيع أو نزول الدم في شكل وقع عن النزيف المبكر خلال الحمل إذ أن التبقيع ليس أمرا بخطورة النزيف نفسه الذي يستدعي مراجعة الطبيب في حالة ملاحظته ومن طرق التفرق بينهما أن النزيف يحتاج إلى ارتداء الفوطة الصحية بينما لا يحتاج التبقيع إلى ذلك ومن الأسباب التي قد تسبب نزول الدم في الشهر الثاني من الحمل لما يأتي أولا أسباب النزيف الطفيف من أسباب نزول الدم الخفيف أو ما يعرف في التبقيع خلال المرحلة الأولى من الحمل على النحو الآتي هبوط البويضة إلى بطنة الرحم وانغراسها فيه قد يتسبب في نزول بضع قطرات من الدم في شكل بقع ويحدث هذا حتى قبل معرفة المرأة بحملها غالبا في وقت الدورة الشهرية المرتقبة على الغالب ولا يحدث هذا في كل حمل اثنين التغيرات في عنق الرحم يؤدي إنتاج الهيرمونات الطبيعي أثناء الحمل إلى حدوث تغيرات في عنق الرحم مما يجعله أكثر ليونة وأكثر عرضة للنزيف بالإضافة إلى ذلك ربما يسبب ذلك تشكل سليلة عنق الرحم وهي نمو حميد مفرط للأنسجة وأحيانا ينزف بسهولة أثناء الحمل وفي كلتا الحالتين تلاحظ البقع أو النزيف الخفيف بعد الجماع الجنسي أو فحص الحوض ثلاثة العدوى المهبلية قد تسبب نزيفا مهبليا تلقائيا خلال الحمل وأحيانا تصاحب النزيف إفرازات مهبلية غير طبيعية أربعة ألياف الرحم هي كتة ليفية تنمو في بطانة الرحم ففي بعض الأحيان تضغط المشيمة على الكتة ليفية مسببة بعض النزيف ثانيا أسباب النزيف الشديد واحد الإجهاد الذي يشخص بالفحص بالموجات فوق الصوتية لسمع نبضات قلب الجنين وسيبدو عنق الرحم عند الفحص البدني متوسعا مع وجود أنسجة مطروحة من خلال عنق الرحم والمهبة ويرافقه ألم في البطن والزهر ويشيح حدوث الإجهاد خلال الأسابيع الإثنى عشر الأولى من الحمل اثنين الحمل العنقودي المسبب لتدور البويضة المخصبة غير الطبيعية إلى أنسجة غير طبيعية أخرى وليس الجنين وهو من الاضطرابات النادرة للغاية ثلاثة الحمل المهاجر أو ما يشار إليه باسم الحمل خارج الرحم ويحدث عندما تنغرس البويضة في مكان ما خارج الرحم غالبا في قناة فالوب استنوا البويضة المخصبة في إحدى قنوات فالوب وتدفق الدموي يبدو غير كافي لنمو الجنين بشكل طبيعي ويتسبب هذا الحمل في انفجار قناة فالوب وبالتالي حدوث نزيف حاد وتستجعي بعض الحالات نقل الدم وإجراء عملية جراحية طريقة للعلاج أربعة نزيف تحت المشيمة أو ما يعرف باسم نزيف تحت الغشاء ويحدث بسبب تجمع الدم أو تكون جلطة دموية صغيرة في الشرائين بين كيس السالي الذي يحتوي على الجنين وجدار الرحم ويرى التجلط الدموي عند الفحص بالأشعة فوق الصوتية واعتمادا على حكم الجلطة الدموية يحدد إذا كان يشكل عامل خطر على الأم الحامل إذ أنه قد يزيد خطر الإجهاد أو التمزق المبكر للأخشية أو المخاط قبل الأوان في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لعجبكم ياريت تدعونوا لكم كومنت وشير الفيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ اشتركوا في القناة